احداث و24 ساعة لهذه الليلة مرحبا بحضراتكم ونبدأ بالعناوين الرئيس السيسي يبحث مع رئيس المجلس الاوروبي جهود خفض التصعيد بالسودان والتوصل لوقف شامل ودائم لاطلاق النار مجلس امناء الحوار الوطني ابحثوا استكمال تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه في الثالث من الشهر القادم الى تفاصيل احداث 24 ساعة لهذه الليلة اكد رئيس عبدالفتاح السيسي قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليمن مشددا على الموقف المصري الثابت ازاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية وخلال استقباله الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اكد الرئيس السيسي ان مصر تدعم كافة الجهود الرامية لايجاد حل سياسي شامل ومستدام يحفظ وحدة اليمن وتماسك مؤسساتها الشرعية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية صرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء الاخوية بين السيد الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني شهد قيام الدكتور رشاد العليمي باطلع السيد الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من اجل التوصل لحل سياسي للازمة اليمنية من جانبه اكد السيد الرئيس قوات العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والموقف المصري السابت اذا ادعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية وتشجيع كافة الجهود الرامية لاجاد حل سياسي شامل ومستدام بما يحفظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفية من رئيس المجلس الاوروبي شارلي ميشيل للتباحث حول الاوضاع في السودان واكد الرئيس السيسي خلال الاتصال دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الازمة الخطيرة التي يمر بها وعرض سيادته جهود مصر من اجل خفض التصعيد والتوصل الى وقف شامل ودائم لاطلاق النار كما اكد اهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والامن ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني من جانبه اعرب رئيس المجلس الاوروبي عن بالغ القلق تجاه الاوضاع السياسية والامنية والانسانية المتدهورة في السودان مشيرا الى اهمية الدور الذي تقوم به مصر لدفع جهود التوصل الى وقف لاطلاق النار وتهديئة الاوضاع هذا وتتوصل عمليات اجلاء الرعاية الاجانب من السودان وقد اعلنت وزارة الخارجية اعادة تمركز البعث المصرية في الخرطوم حتى تتمكن من العمل بشكل افضل لاجلاء ما تبقى من ابناء الجالية المصرية بالسودان واكد المتحدث باسم الخارجية ان اجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الامني في السودان على مدار الساعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لعملية اجلاء المواطنين بما يضمن اعادتهم الى ارض الوطن بشكل امن كما اكدت الخارجية ان البعثتين القنصليتين في بورت سودان واوادي حلفة مستمرتان في المساعدة في عمليات اجلاء المصريين يتي هذا بينما تواصل عدة دول عربية واجنبية اجلاء رعاياها من السودان حيث اعلنت المملكة العربية السعودية وصول سفينة تقل الفا وستمائة وسبعة وثمانين مدنيا من اكثر من خمسين دولة الى المملكة فارين من العنف في السودان من جانبها اعلنت توزيرة الداخلية البريطانية ان بلادها اجلت ما يتراوح بين 200 الى 300 من مواطنها مؤكدة ان عمليات مكثفة تجري لمساعدة البريطانيين بالسودان كما اعلنت الخارجية الهولندية ان طائرة على متنها 104 اشخاص تم اجلاؤهم من السودان قد هبطت في مطار ايندوفين بجنوب هولندا بينما اعلنت وزارة الدفاع الالمانية اكتمال مهمة اجلاء رعاياها من السودان البالغ عددهم 700 شخص ميدانيا شهد القتال وقفا لاطلاق النار دخل حيز التنفيذ امس الاول الثلاثاء التزاما جزئيا حيث تواصلت المعارك في محيط مواقع استراتيجية بالخرطوم في حين تبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة في تلك الاثناء اكد الجيش السوداني ان الرئيس السابق عمر البشير محتجز في مستشفى تم نقله اليه من سجن كوبر قبل اندلاع القتال العنيف بالبلاد الاسبوع الماضي من ناحية اخرى اعلنت الداخلية السودانية ان قوات الدعم السريع اقتحمت خمسة سجون بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم اعلن البيت الابيض مقتل امريكي ثاني خلال اعمال العنف في السودان مؤكدا العمل على تسهيل اجلاء عدد من الامريكيين الراغبين في مغادرة البلاد وقال المتحدث باسم الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي ان العنف تراجع بشدة في السودان مؤكدا مواصلة العمل دبلوماسيا مع طرفي القتال من اجل التوصل لوقف دائم لاطلاق النار كما اكد كيربي ان هناك حاجة للابقاء على وقف اطلاق النار وتمديده لمعالجة الازمة الانسانية وخلال جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي حول الاوضاع في السودان شدد مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة السفير اسامة عبدالخالق على ضرورة الوقف الفوري والشامل لاطلاق النار وضمان الالتزام به بما لا يقتصر على الاغراض الانسانية كما اكد مندوب مصر ان النزاع في السودان شأن داخلي محذرا من اي تدخل خارجي تشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لاطلاق النار وضمان الالتزام به وبما لا يقتصر على الاغراض الانسانية فقط وذلك حقنا للدماء السودانية وحفاظا على امن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق ثانيا ان النزاع في السودان هو شأن داخلي خاص وتحذر مصر في هذا الخصوص من اي تدخل خارجي في السودان ايا كانت طبيعته او مصدره بما من شأنه ان يؤجج الصراع وبحيث نتجنب جميعا داخليا في السودان واقليبيا ودوليا معاناة تكرار التجارب المزعزعة للاستقرار والسلم والامن التي شهدناها ولا نزال نشهدها في دول اخرى في المنطقة داخل افريقيا واخرية وحول جهود مصر لنزع فتيل الازمة بالسودان قال السفير اسام عبدالخالق ان مصر شاركت في الاجتماع الذي عقدته مفوضية الاتحاد الافريقي في العشرين من ابريل الحالي حول السودان بالاضافة الى الاتصالات المكثفة التي تجريها مع كافة الاطراف الدولية والاقليمية الفاعلة للتباحث حول سبل الخروج من الازمة شاركت مصر في عشرين ابريل الحالي في الاجتماع الخاص الدولي الذي عقدته مفوضية الافريقي حول الوضع في السودان وانضمت الى البيان الختامي الصادر عنه الى جانب الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع كافة الاطراف الفاعلة الدولية والاقليمية على مستوى مسؤولي الدول والنظمات للتباحث حول سبل الخروج من الازمة الحالية وميدانيا تتعاون مصر مع العديد من الدول لاتمام اجلاء الرعاية المصريين والاجانب المقيمين في السودان كما تود التنويه في هذا الخصوص باستجابة السلطات السودانية وتعاونها الفعال لتيسير اجراء الرعاية المصريين والاجانب وذلك على الرغم من صعوبة وضقة الوضع الامن عقد مجلس امناء الحوار الوطني اجتماعا لاستكمال تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه في الثالث من الشهر القادم واكد ضيار الشوان المنسق العام للحوار الوطني اصرار كل الاطراف المشاركة في الحوار على نجاحه تحقيقا لامال وتطلعات شعبنا العظيم قبلة حياة جديدة اطلقتها القيادة السياسية لتجشين مرحلة جديدة من الحوار الوطني في ظل متغيرات اقليمية شديدة الحساسية تحتاج الى صياغة موقف مصري يعبر عن الوطن والمواطنين اكيد المجلس هيتعرض في بداية اجتماعه لموضوع السودان وما محدث في السودان اكيد ممكن يكون من الموضعات اللي هو في مقدمة جلسة المجلس ايضا احنا بنحسن بعض القضايا العالقة خاصة بالمحاور احتمال يحصل النهاردة يعني بنوع من انواع دمج لبعض الموضعات فيما بينها حتى نختصر لانكم احنا مستهدفين 113 موضوع ففيه النهاردة مقترح مقدم ان احنا ممكن نقلل عدد الموضعات دي ندمجها عشان طبعا الوقت وعشان التركيز ايضا النهاردة احنا معنيين برضو ان احنا موضوع اختيار الاسماء لغاية في الاهمية لان احنا طبعا عايزين استفيد استفادة كاملة بكل القوى الموجودة وهنا التخصص والتوازن في الحضور ما بين قوى مدنية او احزاب سياسية او نواب او خيادات تنفيذية او الحكومة حايزين رعاية التوازن حتى نخرج بمخراجات جيدة لكل كافة الموضعات المطروحة امام دائرة الحوار والحوار الوطني مجلس اماناء الحوار الوطني والذي ينضلق في الثالث من مايو القادم يضم 19 لجنة واكثر من 100 مقترح تشريعي وتنفيذي نحن فعلا عندنا مهمة اللي هي مهمة انجاز اصلاح سياسي يسمح بحركية وفعالية الاحزاب وايضا بعناصر مجتمع المدين سواء كان نقابات مهنية او عملية او بجمعيات بانواع مختلفة وايضا يسمح بتشكيل مجالس ممثلة سواء على مستوى القومي النواب وشيوخ او على مستوى المحليات وده قضية مهمة جدا تمثل حالي ومال المواطن فهذا الاصلاح لو انجزناه بالفعل اعتقد مجتمعنا سيخطو خطوة هامة جدا للامام وبدون حاجة بقى مليارات الجنيهات والكلام ده الان انت بتعمل تغيير في قلية العمل نفس الشيء ينطبق على الملف الاخصادي طبعا الناس كتير بيعانوا من الملف الاخصادي هناك افاق كتير فيه تقدير المتوضة لاصلاح المعوج في هذا الملف واخيرا الملف المجتمعي بكل تفرعاته التعليم الصحة الاسرة الشباب كل دي امور بمراهن على ان الحوار الوطني ينجح في ان يحدث نقل في حياة مجتمعنا بحيث نقدر نتعمل مع هذه الملفات بالنوع من الاخلاص والجدية الحوار الوطني يسير في تلات مصارات رئيسية المجتمعي والاقتصادي والسياسي ويمكن تحت كل واحدة من دول فيه موضوعات حاولنا انها تكون بتغطي كل ما يشغل بال المواطن المصري يمكن فعلا التجهيزات خدت وقت طويل لانه كان من الصعوبة بما كان انه الاطراف السياسية المختلفة تتطفق على موضوعات معينة بعينها وتتطفق على اولويتها وتتطفق على اطار زمني وهيكل للمشاركين فخلصنا الصعب وان شاء الله اللي جاي يكون مصمم محطة هامة من محطات الحياة السياسية التي تعيشها مصر بفضل قيادتها السياسية ايمانا بقيمة الحوار وتبادل الرؤى لإيجاد حلول لأي قضايا على اولويات الدولة محمد محروس التلفزيون المصري متواصلون معكم في احداثي 24 ساعة ونتابع بعض الحظات رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية مستهدفات موازنة العام المالي الجديد ويؤكد التزام الحكومة بالعمل على تحقيقها اكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبول التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة خاصة فيما يتعلق بالوصول لفائض اولي من الناتج المحلي الاجمالي وخفض عجز الموازنة وفق النسب المخططة مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع اثار التحديات الاقتصادية وخلال اجتماعا مع وزير المالية لاستعرض مستهدفات موازنة العام المالي المقبل وجه مدبولي بضم قطاع السياحة الى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الانتاجية التي تشمل حاليا قطاعي الصناعة والزراعة كما تم التوافق على تخصيص عشرات مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة ليصل اجمالي التمويل الى 160 مليار جنيه للقطاعات الانتاجية المستهدفة بما يساعدها في زيادة حجم اعمالها والتوسع في العمل والانتاج من ناحية اخرى اشار وزير المالية الى انه تم الاتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين هذا العام اعتبارا من اول ابريل بزيادة اكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي اكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ان الدولة تهدف الاستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل مشيرا الى اهمية الدراسة الاكتوارية التي تحدد المسار الاكثر توافقا مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لانجاز المشروع جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لاستعراض نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل واكد وزير المالية دكتور محمد مؤيط ان هذه الدراسة تهدف الى التأكد على قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية بما يساعد في التوسع التدريجي ومد مظلة هذه المنظومة تنفيذ لتوجهات القيادة السياسية بالانتهاء في مدة زمنية محددة بما يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا لمناقشة رؤية شركة المقاولون العرب للعمل خلال المرحلة المقبلة عقب صدور القرار الجمهوري باعادة تشكيل مجلس ادارتها وقال مدبولي ان هناك تحديات عديدة في هذه المرحلة لكن رجال المقاولون العرب قادرون على تصدر ترتيب شركات المقاولات في المنطقة والحصول على كبرى المشروعات في الداخل والخارج ووجه مدبولي بالعمل على التوسع في اعمال الشركة ومشروعاتها خاصة في الخارج مؤكدا ان الدولة تساند الشركة وتدرك جيدا اهميتها باعتبارها من اكبر واعرق شركات المقاولات في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وتمتد جذورها الى اكثر من نصف قرن ولحرصها الدائم على التطوير واستخدام الاحدث في اساليب البناء والتكنولوجيا فضلا عن تنوع اعمالها في مشروعات البناء والكبار والطرق والانفاق والمطارات ومشروعات المياه والصرف الصحي ومحطات الكهرباء والسدود وغيرها من الانشطة اعلن مجلس الوزراء بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من يوم الجمع المقبل واوضح المجلس انه تطبيقا لنص القانون الصادر في شأن اقرار نظام التوقيت الصيفي فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليا بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة صباح بعد غد الجمعة وحتى نهاية يوم الخميس الاخير من شهر اكتوبر المقبل تواصل نقاط استقبال محصول القمح فتح ابوابها امام المزارعين واكدت الوزارة التموين وصول نسب التوريد الى 150 الف طن حتى الان نتابعه من مكان الاخر لا يختلف الحال كثيرا من حيث الاغبال على توريد القمح المحلية او حالة السناء عند المزارع الذي وجد في سعر التوريد طريقا للمكسبة بسم الله ماشاء الله محصول كويس الفدان بيعمل معنا من 22 ل 25 هنا في محافظة المينيا الحمد لله استنادي عن المحصول مبشر بالخير وننتج الفدان من 22 ل 25 ارداب الحمد لله الفدان ماشي من 23 ل 24 ارداب والناس كلها رائجة مبسوطة وفارق شاسع في الاسعار الحمد لله رب العالمي من 850 ل 1500 ونص 650 جنيه فرق في الارداب وبالنسبة للفلوس الميع اللي بتبقى من 4 ل 5 ايام فبهنفين و500 جنيه سعيرة يردب القمح هذا العام رقم وضيفة لصالح المزارع وجاء لصالح الجودة بجودة المحصولة كفاءة الجمحة اعلى كفاءة واعلى جودة بنستلمها هنا في محافظة المينيا وصومعة البهنسة بالاخص من اعلى من احسن المسامع على مستوى الجنوب كله وبحسب القائمين على الامر فان نسب التوريد هذا العام سوف تصل الى معتلات قياسية قد تصل الى الضعف عن العام الماضي التوريد زي ما انتشاه في حضرتك احنا الغاتم بارح بداية توريد 15 أكبر على الغاتم النهاردة وردنا اكتر من 3000 طن الحمد لله النهاردة ممكن نزيد حضرتك يعني اجمالي لغاتم بارح حوالي 10.000 طن النهاردة ممكن نوصل الى 15.000 طن او 16.000 طن والزيادة موجودة اكتر من السنة اللي فاتت يعني في نفس الايام دي السنة اللي فاتت يمكن نصر كمية لكن احنا الحمد لله زيادة التوريد عن السنة اللي فاتت من المساحة المنزقة عندي 243 ألف فتان المستهدف عندي 450 ألف طن لكن بيذن الله نجيب اكتر من 450 ألف طن ان شاء الله فالتسهيلات المقدمة للموردين وصلت الى حالة رضى عنها الكل خاصة بعدما كانت كل شيء بداية من التوريد وصولا الى دفع المستحقات ستين صوامع مجهزين تجهيز كامل اوتوماتي بدون تدخل بشري ولذلك لتسهيل عمليات الاستلام من المزارعين والموردين جمعهم بكبستي 200 طن ساعة كل شيء بات مميكنا اذا في تلك الصوامع التي وصلت بنسب الفقد الى الصفر وسهمت في الحفاظ على الاقماح طبعا الصوامع من المشروعات القومية للبلد اللي بتحافظ على حبة القمح اللي هي الاساس في رغيف العيش المدعم للشعب المصري كله طبعا الصوامع بتحافظ على القمح من عمليات التهدير وصلنا النهاردة لأجل نسبة تهدير من القمح حفظنا عليه من الحشرات ومن الطيور ومن الامطار والعوامل الجوية ومع امتداد الموسم فان زروط التوريد سوف تزيد بمعتلات كبيرة في الايام القادمة وبحسب خبراء فانه من المتوقع ان تصل لنسبة توريد هذا العام الى اكثر من الخمسة ملايين طن رقم سوف يضاف الى المخزون الاستراتيجي للدولة ليصل الى العام رمضان الشحات التلفزيون المصرية في اطار مبادرة وطن واحدة التي تم اطلاقها بجنوب سيناء تم توزيع 450 نظارة طبية للمواطنين بالمجان بعد اجراء الكشف الطبي عليهم كما جرى توزيع مواد غذائية على ابناء المحافظة والاسر غير القادرة سنابل الذهب الاصفر تتلألأ على ارض محافظة الشرقية اذانا بموسم حصاد القمح فهو يوم عيد للفلاح المصري والذي يعد واحدا من اهم المحاصيل الاستراتيجية التي تريها الدولة اهتماما كبيرا وطن واحد مبادرة اطلقت بمحافظة جنوب سيناء تهدف لدعم اهالي المحافظة في اطارها تم تسليم 450 نظارة طبية بالمجان للمستحقين بالوديان والتجامعات البدوية بعد اجراء الكشف الطبي عليهم امر يعمل على تلبية احتياجات مواطن المحافظة ورفع المعاناة عنهم نظارة ما دفعناش ولا مليين ولا ابيو وتسهلت العملية وتكلموا وقالوا بعد 15 يوم هاديت المظارة فعلا من المظارة جات واستلمتها اهو انا خدت نظارتي ونظارتي المداب مفيدون اي كنين واشكر رئيسا عن مبادرة دي المبادرة شملت المواطنين من جميع الفئات والاعمار وبجانب تسليم النظارات الطبية جار اجراء عمليات مياه على العين وزراعة عدسة بالمجان في مستشفى بورديس العام ضمت المبادرة كذلك تخصصات طبية اخرى كالجراحة والعظام والنساء والاطفال وجار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان المبادرة تستهدف تغطية جنوب سيناء بالكامل خدمة لمواطنيها ودعما لهم وتخفيفا من اعباء الحياة عنهم سوزان مصطفى التلفزيون المصري اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين باحات المسجد الاقصى ورفعوا علم الاحتلال في باحاته بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي وذكرت دائرة الاوقاف الاسلامية ان عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وادوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالت قبة الصخرة كما كثفت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الاقصى وعند ابوابه اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها اسقطت قاذفة سو خمسة وعشرين اوكرانية فوق خرسون واحبطت نشاط مجموعات تخريب اوكرانية على محور كوبيانسك ومجموعتين على محوري جنوب دانيتسك وزابروجيا كما قضت على مجموعتين اخرين على محور كراسني ليمان نتابع تفاصيل اخرى في هذا التقرير حملت روسيا المملكة المتحدة عواقب نقلها قذائف اليورينيوم المنضب الى اوكرانيا وصفة هذا الاجراء بالمحزن والمؤسف هذه التصريحات جاءت ردا على اعلان نائب وزير الدفاع البريطاني ان بلاده ارسلت الى اوكرانيا الاف القذائف لدبابات شالنجر 2 بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورينيوم المنضب وعلى صعيد اخر اتهمت روسيا اوكرانيا بتقويد مبادرات السلام برفضها الحوار مع موسكو وفي المقابل جدد الرئيس فلادمر زلانسكي اتهماته لروسيا بوضع عقبات في طريق السلام بين البلدين مؤكدا انه لن يتفاوض مع الرئيس الروسي فلادمر بوتين مشددا على استعادة جميع الاراضي التي احتلها الجيش الروسي وبينها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 وعلى صعيد منفصل اعلن زلانسكي انه اجرى محادثة طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ اعقبها بتعيين سفير لبلاده لدى بكين ليشغل منصبا كان شاغرا منذ عام 2021 ميدانيا اعلنت وزارة الدفاع الروسية انه نتيجة عملية تفاوض تمت امس الاربعاء تمكنت موسكو من استعادة اربعين جنديا روسيا من الاراضي التي تسيطر عليها السلطات الاوكرانية فيما اعلنت الاركان الاوكرانية شن هجمات متلاحقة على مواقع عسكرية روسية وتمكنها من ضرب نظام للصواريخ المضادة للطائرات واسقاط مسيرتين في الساعات الاربع والعشرين الماضية وفي سياق متصل افادت الادارة العسكرية الاقليمية في دينيبرو بيتروفاسك الاوكرانية بان الجيش الروسي قصف مدينتي مارينيتس ونيكوبول ودمر عددا من المباني هناك وعلى صعيد منفصل يسعى الاتحاد الاوروبي حاليا الى وضع خطة لمصادرة اصول روسية في اوروبا بقيمة مئات المليارات من اليورو والان جاء موعدنا مع فقرتنا الاقتصادية واهم الاخبار الاقتصادية المحلية والعالمية نتابعها خلال هذا التقرير نبدأ فقرتنا الاقتصادية من احدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول التبادل التجاري بين مصر وقارة افريقيا حيث اعلن المهندس احمد سامير وزير التجارة والصناعة ان حجم التبادل التجاري بين مصر واسواق القارة الافريقية بلغ نحو مليارين ومئة وسبعة عشر مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجاري لفتا الى ان قيمة الصادرات الصلاعية المصرية الى القارة بلغت مليارا وستمائة واحد عشر مليون دولار عالميا اعلنت الحكومة اليابانية استهدافها جذب مئة تريليون ين اي حوالي سبعمائة وخمسين مليار دولار من الاستثمار الاجنبي المباشر بحلول عام عشرين ثلاثين والمزيد من المواهب الاجنبية والعاملين عن بعض كجزء من سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية وافادت ان الهدف العددي المدرج في خطة العمل الجديدة يمثل ما يقرأ في الاستثمار الاجنبي المستهدف في نهاية عام عشرين اثنين وعشرين وعن اسعار النفط العالمي ارتفعت الاسعار بعدما اظهرت بيانات من القطاع انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الامريكية قبيل صدور البيانات الحكومية وارتفع الخام العالمي مازيك برانت بنحو صفر فاصل اثنين بالمئة بينما زاد خام غرب تاكسس الوسيط الامريكي بنحو صفر فاصل ثلاثة بالمئة الى اسعار الذهب العالمية حيث استقرت اسعاره قرب مستوى الفي دولار للأوقية بينما يتوخى المستثمرون الحذر وينتظرون بيانات اقصادية امريكية قد تساعدهم على التنبؤ بمصاري اسعار الفائدة الامريكية وتماسك الذهب في السوق الفورية عند الف وتسعمائة وتسع وتسعين دولارا وتسعة سنتات للأوقية وزادت العقود الامريكية الاجلة للذهب بنحو صفر فاصل ثلاثة بالمئة لتصل الى الفين وعشرة دولارات وعشرين سنتا للأوقية ولان اليكم بيانا بدرجات الحرارة المتوقع اليوم على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 24 ساعة لهذه الليلة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء